بداية أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستفيد حاليا من تراجع أسعار النفط خاصة الدول المستوردة للنفط التي توفر أكثر من 12 مليار دولار ثانيا أن الاقتصاد العالمي وبشكل خاص اقتصاد أوروبا ليس أفضل حالا مما كان عليه منذ سنتين وهذا عامل مهم بالنسبة لدول في شمال إفريقيا والمغرب العربي خاصة وأن 70% من تجاراتهم وتحويلاتهم تتم مع أوروبا وأود أن أشير إلى أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوضع أفضل بفضل سلسلة سياسات اقتصادية اتخذتها فإذا نظرنا إلى السنوات الأخيرة نرى أن عددا من هذه الدول أعادت تخصيص جزء من انفاقها بعيدا عن دعم أسعار الطاقة باتجاه استثمارات وإنشاء شبكات أمان وهذه الخطوات بدأت تؤتي بثمارها فإذا حصيلة هذه العوامل كانت إيجابية بدعم نمو الاقتصاد في المنطقة ذكرت سابقا أن أسعار النفط ستحدد المسار في السنوات القليلة المقبلة ما هي تداعيات تراجع أسعار النفط على اقتصادات دول المنطقة وتحديدا على العجز المحتمل في الميزانيات وهل يكون اعتماد سياسة ضربية جزءا من الحل؟ إذا ما نظرنا إلى أثار تراجع أسعار النفط على الدول المصدرة للنفط في المنطقة دول مجلس التعاون الخليجي مثلا أو دول مثل الجزائر فمن المؤكد أن أسعار النفط تؤثر مباشرة على العجز في الميزانية العامة دول مجلس التعاون سجلت هذه السنة عجزا بنسبة 13% بينما شهدت العام الماضي فائضا وهذا تحول كبير وبما أن أسعار النفط ستبقى متدنية للسنوات الخمس المقبلة فالأفضل التعامل مع هذه الأسعار على أنها جزء من واقع جديد بالفعل هناك محاولات لتنويع الاقتصاد في هذه الدول وهناك دول نجحت أكثر من دول أخرى فاثلثي اقتصاد دولة الإمارات مثلا لا يعتمد على النفط ودول أخرى مثل إيران نجحت بتنويع اقتصادها نسبيا جميع هذه الدول تحاول تنويع الاقتصاد أكثر وأكثر لأنها ترى أنها تعتمد على منتج واحد وهو منتج يتميز بأسعار متفاوتة قد تتراجع وتبقى متدنية لفترة وهذا ما قد يحد من أهدافها صفحة الأحوال